أعلنت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف عن إطلاق منصة جديدة لشراء تذاكر الدور قبل النهائي لكأس أمم إفريقيا 2023 في كود ديفوار وذلك وفقاً لما ذكرته كاف عبر موقعها الإلكتروني وتشارك في الدور قبل النهائي للبطولة منتخبات كود ديفوار، الكونغو الديمقراطية، نيجيريا وجنوب إفريقيا وقد توجت كل منتخب من هذه الفرق الأربعة باللقب القاري من قبل حيث فازت كود ديفوار، المضيفة، باللقب في عام 1882 و2008 وحققت جمهورية الكونغو الديمقراطية اللقب في عام 1882 و1882 و1882 في حين فاز منتخب نيجيريا باللقب ثلاث مرات في أعوام 1882 و2008 وكان تتويج جنوب إفريقيا الوحيد في عام 1782 ستقام مبارتان في الدور قبل النهائي يوم الأربعاء حيث سيلتقي منتخب نيجيريا مع جنوب إفريقيا في ملعب السلام في بواكي بينما ستجمع المباراة الثانية بين منتخب كود ديفوار ومنتخب جمهورية الكونغو الديمقراطية على ملعب الحسن وتارى في إمني